تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الثامن بعد المائتين على التوالد حيث وصلت قوات الاحتلال استهدافة وقصف المنازل المأهولة في مختلف أنحاء القطاع وارتكاب مجازر جديدة وشنت قوات الاحتلال غارات على منازل في وسط مدينة غزة بينما تجدد القصف الجوية والمدفعية على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي القطاع حيث استهدف عددا من المنازل وخزان مياه بالمدينة كما استهدفت قوات الاحتلال منازل في مدينة خان يونس بجنوب القطاع هذا وأكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر خلال الأربع ورشين ساعة الماضية وحضحيتها ثلاثة وثلاثون شهيدا وسبعة وخمسون مصابا مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى أربعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثمانية وستين شهيدا وسبعة وسبعين ألفا وسبعمائة وخمسة وستين مصابا طوفان دموع لا ينتهي تزرفه غزة على أبنائها الذين لا يمر يوم إلا وتصعد أرواحهم بالعشرات إلى السماء ونزيف الدماء الغضة لا يتوقف أمام الهجمات الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال مستهدفة الشباب والأطفال والنساء متوهمة أنها بهذه الهمجية تقضي على مستقبل أمة وتمارس تطهيرا عرقيا غير مسبوق في تاريخ الإنسانية ها هو الشهر السام للعدوان يوشك أن يهل علينا وما زال الدعم العسكري والمادي الغربي لحكومة الاحتلال برئاسة نيتنياهو غير مشروط ولا يستحي من دموع الأمهات التي لا تتوقف عن القريان في بس حي مباشر يشاهده العالم قوات الاحتلال قصفت وسط مدينة غزة بكسافة أودت بأرواح العشرات فيما لا تزال قسام نباق الشهداء تحت الركام عصية على الانتشال وسط تولي القصف وفي غارات على مخيم الشابورة وسط رفح استشهد أطفال ومواطنون كما توالت عمليات القصف المدفعية لتنال وسط وجنوب القطاع مستهدفة العديد من المنازل في دير البلح والنصيرات والمغرقة من جانب آخر انتشلت تواقم الأسعاف والإنقاذ قسامين عدد من الشهداء من مخيم خان يونس جنوب القطاع وما تزال عمليات البحث والانتشال مستمرة في المخيم هذا وقد قصفت مدفعية الاحتلال الشارع المنصورة شرق حي الشجاعية بغزة بالتزامن مع غارات شنها طيران الاحتلال على حي الزيتون بالمدينة وعلى بيت لهيا شمال القطاع وبحسب المعطيات ما يزال أكثر من عشرة ألاف فلسطيني في عداد المفقودين في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي غالبيتهم تحت الأنقاذ ولا تتمكن ضواقم الإسعاف والانقاذ من الوصول إليهم برا وبحرا وجوا تتوالى الهجمات على المدنيين العزل وتمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات الإبادة الجماعية الممنهجة بأوامر من حكومة نيتنياهو ومباركة غربية فاضحة ضربت بكل الأعراف الإنسانية والشرائع الدولية عرض الحائط إلا أن كل هذا لم ولن يفلح في زعزعة الشعب الفلسطيني عن أرضه فهم عائدون لا محالة ولا غرابة في ذلك فهو الشعب صاحب الحق وصاحب الأرض